نقل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية خالص تحيات القيادة الحكيمة وتمنياتها لسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح بمفور صحة والسعادة جاء ذلك خلال استقبال لسمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح اليوم لمعالي وزير الخارجية حيث رحب سموه بزيارة معاليه لدولة الكويت وكلف معاليه بنقل خالص التحية والتقدير للقيادة الحكيمة وتمنيا سموه لمملكة البحرين المزيد من الرخاء والازدهار وقد عرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة عن بالغ اتزاز مملكة البحرين بعمق العلاقات الأخوية مع دولة الكويت منوها معاليه بالجهود الكبيرة التي قام بها سمو الشيخ ناصر لمحمد الأحمد الصباح في خدمة دولة الكويت الشقيقة والدول العربية والإسلامية بصفة عامة معبرا عن خالص شكره لاهتمام سموه الدائم بمملكة البحرين ومتمنيا لسموه بنفور الصحة والسعادة